الأخ كانت زوجته مسيطرة عليه تماماً زوجته شيوعية وهو أثوال يقول للمحمد يقول لأنا كفيلها قلت له ولكن انت قدامي تحشي شيء شيء كفيل انت ما كنت أحب شيوعية يعني ما أحبه وبذلك الظرف كانوا هم مسيطرين بشكل كامل على كل الدوائر فلما رحت للحلة رئيس ملاحظين رئيس العمال كان اسمه نعمة طواش هذا هو ربعة يومية يلزمون العمال ويخطبون بيوم أثناء وقت العمل ومن أطلع بالتجوال نبهم يعني هذا مو كان خطاب سياسي أطلع وراء الدوام روح يشتري تسوي تسوي بالشغل شغل يعني فترة طويلة أنا قاسيت معهم بعدين كتبت اللي وزيرنا في ذاك الوقت كان صاير عبد الفتاح الألوسي اللي أيضا ما يحب الشيوعيين يعني قومين كتبت لها بذول ما يصلحون للعمل وجاء أمر فصلهم إلى عش واحد هم شافوا الكتاب الأمر بصورة منه إلى مبني على مذكرة منه كتابكم المرقم هذا عرفه وانا كتبت فأجت سيارة مسلحة بذاك الوقت ومنه عدنان أنا عدنان يا بتفضلوا هنا ودوني إلى شرطة الحلة فبذاك الوقت عبد الكريم قاسم كان عنده مرافقين اثنين واحد منهم حافظ كان قومي يعني يميل القوميين وعندي سائق بو شوارب هذا معرف شنو كان جاي المسدس على طول له مخابرات له أمين هو راح توسط يا محافظ طلعوني 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 وراها من صارت الثورة من البعثيين 63 63 أنا بعدني بالحلة يعني مقري وكانوا يجيبون أمر الحرس القومي محمد الراوي كان يجيب ذول الشيوعيين اللي بدوار الدولة ويخابر حدنان تعالى ذول اللي تعرفهم أروح لك أنا ذولة شنو يعني ما تقولي شي ما تسوي بيهم طلعهم ما أخلي أنا ولا واحد بيهم يعني يتعذى أبدا يعني يعني كان لك دور سياسي أنت في ذلك لا لا بس أفكاري قومية ويردون يستدلون الحرس القومي ويردون يستدلون أو يتعرفون عن ناس من خلالك لا ومعظمهم كانوا طلاب وياي بالكلية يعني كل مدير الرأي ومدير الزراعة ومدير المعرفة شقائم مقام ذولة كلهم كانوا طلاب هندسة وأعرفهم يعني واحد منهم غياث غياث كسر الديلاب مالي بالداخلي وباقي كتاب وشقق خريطة مع الوطن العربي بوروفتي واستوانة مع البطل الثورة مع جمال عبد الناصر كسرها يعني أذاني كثير ما هذا اللي قلت ليه محود هذا غياثك هذا زميلنا بالكلية خليه ما سولهم شي ما سولهم شي اي الاخ كانت زوجته مسيطرة عليه تماما زوجته الشيوعية وهو أثوال يقول للمحمد يقول له أنا كفيل ها قلت لي ولكن انت قدامي تعيشين شي شكرا في الانت اي